موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن عودة الرئيس عبد المجيد تبون إلى ألمانيا في رحلة علاج جديدة كما ذكرت في مداخلتي التي كشفت فيها معلومات حصرية عن طبخة استخباراتية في الجزائر وذكرت حينها في نهاية المداخلة أن الرئيس تبون يستعد للذهاب إلى ألمانيا وكنت من أوائل الذين ذكروا هذا الخبر بعد بث الحلقة بساعات تناولت جريدة الخبر هذا الخبر بناء على مصادر موثوق على كل حال الرئيس عبد المجيد تبون غادر الجزائر متوجها إلى ألمانيا حسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك وقد ذكرت الرئاسة أن الرئيس عبد المجيد تبون سافر إلى ألمانيا حيث قالت توجه قبل قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقا بكوفيد 19 ذكرت الرئاسة في بيانها أن ما سمتها مضاعفات كلمة المضاعفات تعني بأنه كان مريض بشيء وأدى إلى شيء آخر أن ما حدث للرئيس هي مضاعفة من مضاعفات كوفيد وهذا الذي تحدثنا نحن عنه من قبل بأن الرئيس أصيب بكوفيد وأن ما حدث له هو تطور من تطورات هذه الحالة وقد تحدثنا مع بعض الأطيباء المختصين وأكدوا لنا بأن ذلك ممكن جدا أن الكوفيد يتسبب في إصابة تكون في الرجل تكون في الذراع تكون في مكان آخر هذا أمر طبيعي وهذه من بين الحالات التي ليست بالكثيرة ولكن توجد مثل هذه الحالات التي أصيبت بهذا النوع من المضاعفات أمر آخر أن الرئاسة قالت علاج المضاعفات كان مبرمجا قبل عودة السيد الرئيس من ألمانيا لكن التزاماته داخل وطن حالت دون ذلك هذا يوحي ويؤكد بأن عملية جلب الرئيس لم يكن قد تعافى نهائيا كما كانت تدعي بعض المواقع وأنه خلاص تعافى بل استرجعوه من أجل توقيع قانون المالية أو لأن الرئيس عاد يوم 29-12 بعد 16 يوم من ظهوره الأول في الفيديو الذي أثار الكثير من الجدل عبر شبكة الأنترنات والذي نشره على شبكة التواصل الاجتماعي إذن عودة الرئيس بعد 16 يوم أبقاه يومين فقط من نهاية السنة يجب أن يوقع قانون المالية وراحظه بأن الرئيس عندما عاد وقع مش قانون المالية الأول وقع الدستور الدستور وقعه يوم 30-12 ويوم 31-12 في آخر يوم من السنة وقع قانون المالية لذلك لو أن السلطة ضبطت أمورها ونحن ذكرنا من قبل كانت هناك اجتماعات في قيادة الأركان وفي وزارة الدفاع بحثت ما بعد تبون نعم لأنه كانت إصابة صعبة وذكرناها كثيرا وتحدثنا كثيرا أنه نقل في غيبوبة ومر بمرحلة صعبة جدا لذلك إعادته لم تكن إلا من أجل أن يوقع على قانون المالية حتى لا تتعطل وتوقف شأن البلاد لذلك أعادوه مرر لهم الدستور ووقع لهم قانون المالية تم بسط أو تم الاتفاق على عدة أمور أخرى ستنكشف لاحقا ومن بين الأمور التي نوقشت في اجتماعات لم يعلن عنها هي قاضية ما بعد تبون في حالة أن هذه الإصابة ستطول ستدوم سيبقى الرئيس على كرسي متحرك إلى أجل طويل هذه كلها احتمالات واردة لا نقول ذلك أننا نؤكد بأن الرئيس سيبقى على كرسي متحرك لا قد يبقى وقد يشفى ويمشي على رجله لكن هذه الحالة مفتوحة حالته الصحية مفتوحة على كل الإحتمالات وهو الكلام الذي رددناه كثيرا أثناء تواجده في ألمانيا إذن الرئاسة تقول علاج المضاعفات كان مبرمجا أن هذه المضاعفة لعلها الرئيس كان من مفروض تعالج ولكن اضطروا أن نجابوه من دون أن يعالج إذن جابوه في حالة ما زال مريض على رجله ما زال مريض وعلى كرسي متحرك كما ذكرنا لذلك أنهوا هذا الأمر وأعادوه إلى ألمانيا ليواصل هذا العلاج لا ندري كم سيبقى في ألمانيا هل ستطول المدة أو يعود كل شيء مفتوح على كل الإحتمالات الرئاسة أيضا تقول إصابة السيد الرئيس في قدمه ليست حالة مستعجلة كيف ليست حالة مستعجلة يعني أن الرئيس أصيب معادش يقدر يوقف كيف لا ليست حالة مستعجلة إذن إلا إذا كان ثبت أنها إعاقة دائمة عندما يتأكد الطباء أنه لا علاجة لقدمه في هذه الحالة لم تكن حالة مستعجلة الرئيس ما يقدرش يوقف على رجله الرئيس ما مشاش على رجليه منهر ليوصل كل الاجتماعات اللي يقدر هو جالس وذكرت ونزيد انكرر أنه أعادوه على كرسي متحرك ويتنقل بكرسي متحرك ولكن لم يظهروه علاش حتى لا يعيد مشاهد بوتفليقة عندما كان يتنقل على كرسي متحرك وهذا سبب إزعاج كبير لدى الجزائريين ولو يعيدوا تبون ويظهروا على هذا نفس الطريقة سيعيدون المشهد وهذا هم خايفين أن ذلك يخدم دعاة عودة الحراك لذلك فضلوا أن لا يظهر الرئيس وخلي الناس تتخيل تحكي كما تريد ولكن أن يجزموا بهذا الأمر فهو تفدوه بكل الطرق الممكنة قد يقول قائل علاش ظهر رجل ظهر رجل علاش ظهر هذه تدخل في إطار حسابات حسابات لم يكن صدفة ولا هو عملية فقط تظهر رجل بتلك الطريقة من دون حساباته فيها حسابات وحسابات مستقبلية وهذا ما سيتضح في الأيام القادمة أو في الفترة القادمة إذن إخواني الرئيس عاد إلى ألمانيا كما هو مبرمج أنهم اتفقوا معاه أن يدخل الجزائر يوقع لهم قانون المالية ويوقع لهم الدستور ويوقع لهم أشياء أخرى معديدة ويتفقوا معه على أشياء عديدة ثم يعود للعلاج لأنه لا يمكن أبدا أن لا يوقع قانون المالية سيتتوقف الدولة وهم لم يحذروا أنفسهم لبديل ولا عملوا كل شيء لذلك أرجعوه والآن إذا تعاف الرئيس فقد تم الاتفاق على أن يواصل المسيرة وفق المنظوع الذي رسموه له هذا الثلاثي شنغريحة توفيق خال النزار وإذا كان كان بقي على وضع حالي ما عادش يقدر يوقف عندهم في يديهم عام يستطيعوا خاطط المرحلة على نار هادئة ويطبخوها على نار هادئة وينفذوها على أقل من مهن ما كانش الآن حاجة تستعجلهم في عودة الرئيس أو الضغط عليه ليرجع أو يمشي على رجليه عندهم العام طويل لذلك إخواني الكرام أن ما أوردته رئاسة الجمهورية فيه نوع من الضبابية عندما تقول أنه رجع يعالج من رجله وفي نفس الوقت أنها ليست مستعجلة وأنها مضاعفات حدثت له من المفروض يعالج عليها قبل ولكن خلاها بسبب الالتزامات وبعد زي تقول لك بأنها غير مستعجلة وعلى ما أدته الألماني أمر آخر عندما ذهبت إلى التعليقات وقرأت فقط من باب أني أنظر كيف الجزائري يفكر أغلبية الجزائريين يعني تهجموا على الرئيس كيف كيف الرئيس أنت قلت يوما على لسانك استمع أنا قلت ونزيد نكرر ونأكد أن ندام منظومة صحية أنت أنا أحسن منظومة في المغرب العربي وفي إفريقيا حب من حب وكره من كرة كيف أيها الرئيس أن المنظومة الصحية الجزائرية الأفضل في إفريقيا وفي المغرب العربي ما يقدرش يعالج الرئيس على مضاعفة في قدمه لما تقول مضاعفات في قدمه يعني رهي حاجة بسيطة وماشي مستعجلة كيف الرئيس على كرسي متحرك وكان رحي يعالجها قبل ما يجيه والالتزامات اللي أخراته وهي ما ليست مستعجلة ما هي التناقضات هل الجزائر كدولة ما عندهاش مستشفى واحد يستطيع يعالج الرئيس على هذا المضاعف؟ إلا إذا كان أجرى أصلاً قبل عودته عملية دقيقة في الرجل يا نحو العرق حطه في بلساء أخرى يا شيء يا أصيب بجلطة بسبب الكوفيد قدت له إلى إعاقف الرجل أو شيء من هذا القبيل المهم لهذه اللحظة لم توضح الرئاسة طبيعة الإصابة مضاعفة وخلاص مجهولة مجهولة وفيها تناقضات كما ذكرنا إذن ما الذي يجري؟ ما الذي يجري؟ ما الذي يطبخ؟ على كل حال الأيام القادمة ستوضح الكثير الجزائر دولة كان عندها مستشفى النعجة كان من أفضل مستشفيات في إفريقيا الآن ما يقدرش يعالج الرئيس على شيء بسيط غير مستعجل ومضاعفة إما أنه وضعنا وضعه الصحي في الجزائر ووضع المستشفيات الجزائرية ووصل إلى درجة الحظيظ ما يقدرش يداوي خبشه في يد رئيس الجمهورية أو أنه قضيته أعمق لازم يرجع للأطباء الذين لي كانوا عارفين الموضوع وعارفين واشصرانه وخاصة أن المعلومات التي توفرت قالت بأنه كان أطباء موجودين في الجزائر الأطباء ألمان كانوا موجودين في الجزائر أغادروا قبل ذهاب الرئيس وهذا اللي ذكرته أنا في المداخلة المتاعي السابقة قلت بأنه الرئيس الأطباء كانوا عنده أغادروا والرئيس سيغادر ألحقهم إذن ما هو هذا التطور هل مضاعفة هم قالوا مضاعفات ليست مضاعفة أخرى واحدة هل لما ارجع وبقى أيامات في الجزائر زادت له مضاعفات أخرى أم أن الأمر يقتصر على تلك المضاعفات التي كانت في ألمانيا وجوا تابعوها وقالوا لازم ترجع إلى ألمانيا من أجل إجراءات أخرى الأمور ما زالت غامضة ومجهولة ولكن يبقى التساؤل المطروح هل قدر الجزائريين أنهم دائما يترقبون أخبار الرئيس سافر وارجع وضعوا الصحي ماشي فكروسة وقف على رجليه شرب ماء الحمد لله وضحك الحمد لله أن نتحدث وما إلى ذلك عندما تكون دولة بلا مؤسسات سيصير حالها هكذا وربما سيطول الوضع من الجزائر تقفز من مستنقع إلى آخر ما هو العيب أن يحكم الجزائر إنسان قوي المرض بيد الله طبعا والمرض قضاء وقدر وليس نقيسة ولا عيبا وكلنا سنمر عافنا الله وإياكم جميعا ولكن الإشكاليوين أن الذي يتولى المسؤولية عندما يمرض هناك إجراءات دستورية يجب أن تتخذ وفق شفافية ووفق المحافظة على مؤسسات الدولة الجزائر ليست ملك أي أحد حتى تبقى رهينة لمرض فلان أو علان وهذا الذي أدى إلى ما نحن عليه من انهيار اجتماعي انهيار اقتصادي انهيار قضائي في كل المجالات هناك انهيار حقيقي يهدد مستقبل البلاد ما هكذا تقادل أمم وما الشعب الجزائري إلا شعب حي قوي يحتاج إلى جهة قوية تحكمه رئيس رك في مهامك مرض وصلت إلى حالة لا تستطيع أن تؤدي مهامك كما ينبغي هناك دستور هناك دستور يحتكم إليه عد إلى بيتك وروح عالج ونتمنى لك الشفاء أما أنك تبقى أو تبقي الجزائر كرهينة بين يديك ورهينة لمرض فلان أو علان فهذا هو السيء وهذا لا يمكن أن يبني جزائر جديدة ولا يحافظ حتى على الجزائر القديمة على كل حال في الأخير نتمنى للرئيس عبد المجيد أن تبهون الشفاء ونتمنى لكل المرضى الشفاء العاجل ونتمنى بإذن الله تعالى أن يلطف بالجزائر فالجزائر تعيش على وقع على وقع أوجاع مؤلمة ودامية وحامية أيضا على حدودها وفي عمقها وما ينتظر ربما يكون هو الأسوأ نسأل الله ألقاكم بإذن الله تعالى في مداخلة أخرى إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد إن شاء الله